نحو اربعة وثلاثين الفا من طلبة مرحلة البكاليريوس بجامعة الكويت يدشنون يوم غد الاحد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري من بينهم الف وثمانمائة وخمسين طالبا مستجدا تقريبا بعد ان تخرج في الفصل الدراسي الاول اكثر من الفين ومئة طالب وطالبة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة دعت الطلب المستجدين الى مراجعة جداولهم الدراسية باستخدام نظام معلومات الطالب للتأكد من استكمال الحد الادنى لعدد الوحدات والمقدر باثنتين عشرة وحدة دراسية تفاديا لوقوع اي مشكلة فيما بعد